توجه لعقد جلسة نيابية في الفترة المقبلة خارج أسوار مبنى مجلس النواب هذه البادرة بنظر خبراء في شأن السياسي غير مناسبة من ناحية التوقيت الذي يشهد خلافا مستمرا بين كتل مؤثرة في العملية السياسية اليوم هو الإشكالية إشكالية سياسية وليس إشكالية طبيعية مما يسهل عملية عقد جلسة مجلس النواب في أي محافظة من محافظات القطر يجب مراعاة ما يحدث ومنخلاف ما بين الإطار والتيار الصدري وبالتالي المضيب تجاه عقد جلسة برلمانية سيكون هناك انقلاب سياسي من الجميع وبالتالي سنكون ربما نخسر نظامنا السياسي وقد يكون في وضع سياسي صعب جدا قد تكون أولى خطوات الحل بنظر مراقبين هي عقد جلسة نيابية لتمرير حكومة لفترة تحدد بالاتفاق حتى تتمكن الحكومة المشكلة من تهيئة الظروف الملائمة لعادة الانتخابات من الأفضل أن يتفقوا الفرقاء السياسيين في العملية السياسية من أجل المرور بهذه المرحلة وتشكيل حكومة على أقل تقدير لعام أو عام ونصف من أجل تمشية أمور البلد والمرور إلى بر الأمان وإنقاذ العملية السياسية من الانهيار النظام الداخلي لمجلس النواب يجيز عقد جلسة نيابية خارج مبنى البرلمان في حرق طضة الحاجة هنا يكون خيار عقدها بحسب مختصين بالاتفاقي بين جميع الأطراف السياسية بوادر لعقد جلسة نيابية الغاية منها إنهاء الأزمة السياسية والخروج من دوامة الخلافات المستمرة إلا أن مراقبون للشأن السياسي يرونها غير مناسبة من ناحية الوقت من بغداد محمد فراس قناة التغيير موسيقى